الحرية والكرامة مساء الخير لكم مني أنا جورش شهين ومن السفير أنتوان شديد أطيب التمانيات قبل أن تقول المحكمة الاتحادية الأمريكية كلمتها الفصل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منتصف كانون الأول المقبل أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبدئيا بالخسارة معترفا بفوز منافسه الرئيس المنتخب جون بايدن بالمنصب وطلب بدء إجراء التسليم والتسلم بين الدوائر الاتحادية والبروتوكولات المعتمدة بما فيها تسليم خلفه تقارير الاستخبارات الأمريكية هكذا أسلت الستارة على أكثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية جدلا حتى أن بعضهم ممن تكهن وتندر بأن ترامب سيتمرد ولن يخلي البيت الأبيض قد صمت وكأن الولايات المتحدة تحولت إلى جمهورية موز أو أن الآليات الدستورية قابلة للجدل أو النقاش بين خبراء القانون والدستور كما عندنا ممن يتقنون الدراسات غب الطلب ليس في الأفق الأمريكي ما يسمى بأزمة دستورية أو شغور رئاسي بعدما سقطت كل التكهودات وهو ما فتح النقاش من اليوم حول ما سيكون عهد الرئيس المنتخب وانعكاساته على الداخل الأمريكي والكون بأكمله ثم تمن يعتقد أن ما تطبخه الإدارة الأمريكية العميقة يسري ولو بأسلوب مختلف بين رئيس ورئيس فإن الخوف لا يزال قائما من قدرة ترامب على فرض أمر واقع جديد يمكن أن يكبل الرئيس المقبل فهو باق في المكتب البيضوي حتى عشرين كانون الثاني المقبل متمتعا بكامل صلاحياته والأوصاف القانونية والدستورية وهو ما دفع إلى توقع عدد من السيناريوهات المعتملة كأن يضرب في إيران أو في فيزولا أو في الصين وكوريا الشمالية فكل شيء وارد كما عود ترامب مواطنيه والعالم على المفاجآت فتغريداته لا تنسى بسهولة وإلى أن تمر الفترة الانتقالية لا يبدو أن بايدن سيعتمد أسلوب ترامب في إدارته وأجهزته الحكومية وهو الذي أمضى شهورا في البقية الأبيض قبل أن يعين إدارته فيما بايدن كشف عن معظم تركيبته الحكومية وفي المواقع الحساسة قبل شهر وخمسة وعشرين يوما على تسلمه مهامه الدستورية فاختار وزراء الخارجية والخزانة والأمن الداخلي واستحدث منصبا لصديقه الوزير السابق جون كيري فعينه مبثعوسا رئاسيا لشؤون المناخ كما اختار بايدن معاونيه من خلال قائمة تضم العديد من النساء والأشخاص ذوي العرقيات والأصول المختلفة ليفي بوعد قطاعه في حمدته الانتخابية عندما تحدث عن قيادة فريق يعكس التنوع في الولايات المتحدة على هذه القاعدة اختار ايضا مستشاره للأمن القومي ومدير وكالة المخابرات المركزية سي اي اي ورئيسة الاستخبارات الوطنية دي سي اي وسفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة انطلاقا من هذه الوقائع ما يهمنا نحن في لبنان ان نتطرق في حلقة الليلة من منشاة المساء مع ضيفي سفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد لنقرأ معا التوقعات المحتملة والترددات المنتظرة للاتقال في الادارة الامريكية من الجمهوريين الى الديمقراطيين ولنبحث فيما يمكن توقعه من فريق الرئيس المنتخب جو بايدن الذي كشف عنه قبل دخوله البيت الابيض وخصوصا ان لديهم من بينهم اصدقاء كما الانعكاسات المحتملة على الوضع في لبنان ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والوضع في المنطقة سعاد السفير اهلا وسهلا اهلا فيك جورج شكرا على هالمقدم الوافي الكافي خلصت الحلقة نحن عم نرسم هيكلية الحلقة سعاد السفير يعني مش مشكلة اذا باك تتناول انتخابات الامريكية ونتاجيتها كيف بنا نبلش في كتير عناصر ممكن نبلش اللي بتريد على بالي هيك نعمل فوارق بين الرجلين ترامب رح يغادر البيت الابيض حكما بعشرين كنون وجاي جو بايدن جو بايدن كمان منه بعيد عن البيت الابيض أبدا أمضى فيه 8 سنين كان بدرجة تاني كان بدرجة الاولى بداية اين يختلف الاثنين يختلفوا بالشخصية قبل كنشي يعني شخصية بايدن تختلف كثيرا على شخصية ترامب ترامب متل ما عهدناه بها الاربع سنين تويت وانفي عالي وبي يعني عنده اسلوبه اسلوبه الشخصي بيهجم بيستفز بالعلاقات الدولية وبالعلاقات الداخلية بقلب امريكا بينما الرئيس المنتخب جو بايدن متل ما شفناه هلأ وشفته وانا متل ما بعرف عنه متل ما بعرفه لانه كنت بامريكا لما كان هو نايب الرئيس كنت انا السفير بقى رايق عنده خبرة طويلة بالخدمة العامة وخاصة في العلاقات الخارجية وفي السياسة الخارجية وهو صلب ولكن بيستعمل الدبلوماسية بايداؤه ولو كان صلب بيستعمل دبلوماسية ما عنده ابدا نفس الاسلوب اللي عنده ترامب لانه ترامب كان فريد من نوعه بهالقضايا هاي بطريقة سلماته بطريقة حتى مع الاخصام عندما ذهب الى كوريا الشمالية مع بوتين مع الصين مع الكل راح تلاقي بايدن يمكن يكون عنده مواقف صلب تجاه الفرقاء كلها ولكن يمتاز عنه بطريقة الاداء وبالاسلوب الدبلوماسي الري في شخصتين مختلفتين كليا بين بين بعضهم بالاسلوب بالاداء بالنظرة الى امريكا بالنظرة الى العلاقات الخارجية كل هايدي في كل شيء في كل شيء يعني في رأيسين بتنفسوا بتنفسوا مثل بعضهم ابدا اللي احدهم اللي بتنفسوا مثل بعضهم في رأيسين مختلفة نعم من ضمن هذه الفوارق ولي شفني قبل الانتخابات الامريكية هل يعتقد السفير انتوان شديد انت بتعرف الجو الامريكي بتعرف كل شيء هل اصيبت هيبة الولايات المتحدة او او معنى ديمقراطية هل اصيبت بوهن بنتيجة هالمواقف اللي رافقت يعني اربعين دعوة حكي عن تزوير نخبوا الموتى فكنا حالنا بلبنان ما في شك انه الديمقراطية الامريكية واصيبت في مكان ما بضرر واضح يعني ما في شك يعني صبحت العالم عبيتطلع انه هايدي هي القوة العزمة او القوة الاعظم بالعالم مختلفة على الانتخابات مع بتقدر تطلع نتيج انتخابات بسرعة المتوخات وبتصبح رايحة على المحاكم وعدة دعاوة من ترامب لحتى يثبت انه في تزوير والرئيس الموجود عبيتهم تزوير والاجهزة بالتزوير وكأنه هالاجهزة كلها اجهزة من الحزب الديمقراطي يعني فيه اكيد ما في شك فيها انه اصيبت الديمقراطية واصيبت واصيبت صورة الولايات المتحدة بضرر ما ولكن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات يعني بالنتيجة المؤسسات رجعت رغم رغم الكاركتير تبع ترامب رجعت انتصار المؤسسات واضطر ترامب حتى بتكبره حتى بطريقة نظرته الى الانتخابات اضطر بالاخر انه يقر بالنتيجة ويسلم الحكم اكيد الى خلف والى جو بايدن ولكن ما في شك وبعتقد انا انه ما في شك انه فيه هناك شيء اساسي اصيبت به الولايات المتحدة وبلغني وقرأت بانه بعتقد قريبا الحزبين رح يطلعوا طريقة يشوفوا قوانين طرع العملية الانتخابية تكون واضحة ويستفيدوا من هالتجربة المريرة اللي هلأ ما رأيت مع ترامب لحتى يكون في حل لهالقضايا وما يعلقوا فيها بعدين بالمستقبل وبعدين كادا ان يكون هناك رئيس انه ما رح يترك البيت الابيض كما قيل او كما قال هو وهون الدستور الامريكي ابدا منذ القدم حتى اليوم ما بنص على حالة من هالحالات ابدا مثل حالة انه الرافض بانه يترك البيت الابيض لذلك ما في شك انه المؤسسات الامريكية ستتوعيد درس القوانين وستأخذ العبرة مما حصل ليطلعوا بطريقة ما يوقعوا فيها بالانتخابات القادمة يعني اللي صار يتعيس بوش مع بالالفين وقت اللي صار في وجهه وحسمت المحكمة ما كانت هاي ما صار اللي صار بس انه بتعتقد هل ستتكرر شخصية ترامب يوما ما يعني اذا اللي بتعرفون انت ما بتعتقد ولكن ما بتعرف يعني الاجيال القادمة شو بتطلع شو بتجيب طريقة التعامل السوشيل ميديا كل هالأمور هاي دي ممكن ممكن انه مين قال انه بيكون في شخص مثل ترامب بيكون رئيس الولايات المتحدة الامريكية ما بعتقد يعني كان حدا بيتصور هالشي هيدا ولكن مشان هاي المؤسسات يجب ان تحل اي اي خرق او اي ضعف بالقوانين التي ترعى العملية الانتخابية يعني صار في حديث هايكي شبيه وقت الاجر رئيس رونالد ريجن وبطل ممسل على التليفزيون وعكس صورة مختلفة بعد اليوم عن انجازات انجازات رئيس ريجن هو الذي اطاح بالاتحاد السوفيتي يعني النتيجة هو اللي اصلا بان هذا الممسل هذا الممسل يعني يومتها كان تعجبوا كتير انه كيف الممسل رونالد ريجن بافلام الويسترن بده يجي رئيس جمهورية امريكا كمان دونالد ترامب يعني انه مين كان لا التوقعات مع ترامب ما تغيرت شافه اكبر شافه بالعكس اكتر مما كان متوقع باعتقارك في شي ترامب تاني بالعالم ولا اكتر من الوقت الحاضر لا ما بعرف هالأد لا ما بعرف بس ولكن ترامب كمان ما كان كله سيء بالنسبة للوليات المتحدة طبعا يعني ان احنا عم نشوف اسلوبه عم نشوف طريقته بالحكم طريقة مخاطبته طريقة تعامله البادي لانجوش تبعه كيف كان يستعمل انه يعمس هالعبسات هايدي طريقة سلامه يعني هايدي كلها كانت قضايا غريبة ولكن بالنسبة للوليات المتحدة بالنسبة لمنطقتنا بالشارة الاوسط ترامب ترك بصمات قوي على الاقتصاد الامريكي وترك بصمات قوي جدا جدا بمنطقتنا بمنطقة شارة الاوسط يعني انا بتذكر انه صار جدول مقارنة قبل ما تيجي الكورونا على الولايات المتحدة كان عمل انتصار كبير مزيل حجم البطالة ثلاثة فاصلة صديقي جورج يمكن فيه معدل قريب ايام ريجم بس جورج انا بعتقد انه لو لا الكورونا كان ترامب سيوعاد انتخاب كان سيوعاد انتخاب ولكن الاقتصاد كان اقتصاد جيد ولكن الكورونا والكوفيد ناينتيم كما بسموها امريكا كانت هي الناخب الاكبر الناخب الاكبر معلوم قيل وقت اللي كانوا عم بيفتشوا على العلاجات وكذا انه سيستفيد ترامب مننا يعني ما اعلن ولا انجاز الا بعد تلاتي كنون بعد الانتخابات الامريكية يقال انها لعبت دورا بالعملية الانتخابية هناك يعني تكتلات سياسية اصدت التأخير الكشف عن الكوفيد لما بعد الانتخابات لالا يستفيد اللقاح يعني انه كانوا اخروا لانه ربط بالصيف الماضي اذا بتتذكر ترامب سيعلنه قبل الانتخابات عنصر مهم بالانتخابات هو يعني استعمل كتير هالقضية هاي انه بتكون تشوفه بكرة بدا ان توصل الى اللقاح وسيكون بالفعل هو اللي راح يوقف في الكوفيد ناينتين وكل هالقصة ولكن هل صار فيه تأخير متعمد لهذا الامر اللي حتى تأثر على الانتخابات واحدة ما بعد للحقيقة اذا بدي جيوبك بتكون من باب التكهنات انا ما بعتقد يعني العملية العلمية هي اللي يعني فقالية معينة فقالية معينة علمية فقط هي اللي يعني اخرج اللقاح لبناء لبناء نربطها بنظريات المؤامرة وكل هالقصة لا ما بعتقد ابدا ولكن كان ترامب عنده اخبار انه ممكن يطلع هالقاح قبل الانتخابات وكان اكيد بريد انه يستعمل هالأمر ساعة السفير انتوان شديد كنا منتذكر بالالفان وستة عشر لمنتو خبرة رئيس ترامب مرأة ثلاث أربعة خمسة ستة شهر كانت نقصة حكومته ما كان فيه وزير عدل ووزراء غيرهم مثل عنا يعني ها اليوم بايدن قبل بشهره ستة وعشرين يوم اذا بدنا نحسبهم على المظبوط قبل عشرين كنون كشف بايدن عن نص حكومته وزير الخارجية وزير الخزانة وزير الامن الداخلي الاجهزة الاساسية بين الامن القومي والاستخدام السي اي اي والدي سي اي كل هذه الاجهزة هل يعني ذلك ان بايدن سيدخل البيت الابيض ويبدأ فورا بتطبيق برامجه يعني شو قوة عنصر قوة يعني هل اعلانه عن ادارته بهالوقت المبكر قبل دخوله الى البيت الابيض هاي رسالة اساسية يعني انه الرجل حاضر ادارته حاضرة الاجهزة تبعه حاضرة سبقوا مثل ما قلنا عنده خبرة طويلة اغلب اللي هلأ رح يكونوا بادارته كانوا معه بادارة اوباما بايدن كانوا موجودين وهي دي رسالة الى الداخل الامريكي والى العالم وبالفعل عم نشوف رئيس جاهز ليحكم ورح تبلش هلأ عملية الانتقال بعد التأخير اللي ترى هاي دي كلها بتصب بمصلحة الرئيس المنتخب بايدن يعني رح يكون جاهز للحكم فورا انا مثل ما بعرف يعني بعض اعضاء الادارة اللي وصلوا كلهم عندهم خبرة طويلة بالموضوع يقال انه استأجر او جد طاقم اوباما هل هو بكين هذا الطاقم قبل ما ندخل ببعض الشخصيات اللي انت بتعرفها وياللي كن لك رأي واضح قبل ما نفوت على الحلقة هل تعتقد انه يرجع هل هو مبارح لن اكون اوباما جديد لن اكون اوباما تريد العهد الثالث لأوباما كان واضح جدا هل يعبر عنه فور مع رئيس اوباما لانه اوباما من حضروا للانتخبات وشاركوا اول المؤمنين ساعده وكان عنصر هايدي معناته انه يعني افضل لصورته يعني هلأ هو هدا عهد جو بايدن هدا هو الرسالة بيقوله انه انا مش استمرار لأوباما انا لن اتحمل حسنات اوباما انا جو بايدن اللي عندي تاريخ طويل بالسياسة الامريكية هيدا عهدي وهيدا شخصيتي وهيدا ساحكم بطريقة مختلفة عن عن محاكم فيه اوباما ليس من باب الانتقاد للرئيس السابق اوباما ولكن من ناحية تثبيت صورته وصورة حكمه وهويته وهوية حكمه بدنا ناخدها بهالطريقة هايدي ويا ريت كل الديس اللي بيفوتوا ليحكموا اللي بيكونوا هيرين حالهم ليحكموا بالعالم وعنا بتكون الفريق تبعهم حاضر يعني بيكونوا مفكرين بكل منصب مين بدون يعينه وليش بدون يعينه بش يفوتوا بعدين بيتخبطوا بالتنقيات وبصوروا ينقوا بطريقة عشوائية وما بيكون الرجل المناسب في المكان المناسب بينما بايدن بعتقد من اللي بعرفهم أنا من اللي عينهم لحديد هلأ واللي بدون يتعينوا بعدين نقى فريق جاهز للحكم طبعا الغالبية من هؤلاء الأشخاص كانوا بعهد أوباما بايدن وهذا شي كانوا قراب إله كمان يعني مش بس قراب للرئيس بايدن كانوا من فريق إله تعرف النائم الرئيس بيكون عنده فريق جوية البيت الأبيض بيكون عنده مستشار الأمن القومي بيكون عنده مستشار الرئيس ولكن القرار في أمريكا هو للرئيس يعني بالصورة اللي تصورها بايدن مبارح بويلمنغتون بضيعته يعني كيف واقف يعني على المنبر العالي وراء موجودين من كاري كاري وزير خارجي والمرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة إلى البقين كانت معبرة جدا والكلام اللي قالوه هني كان معبر جدا وحطوا الفاصل ما بين عهد ترامب وعهد بايدن ما سيكون عليه عهد بايدن وبالتحديد بايدن أراد عن قصد أنه يقول هيدا مش وليه يتيل تيل أوباما نعم واضحة كانت طيب خلينا ندخل بشوية لأنه نحن بلبنان وبالمنطقة هم نهتم ببعض الأشخاص بالمواقع الأساسية واضح أنه أنه الرئيس بايدن مثل ما شرحت أخذ خرجي مدرسة أوباما أو بايدن مهومة كان أوباما بايدن طيب في طريقة أول بداية نائب الرئيس امرأة مظبوط وامرأة من أصول أفريقية هندية جمايكية يعني أنه وامرأة أول مرة بتاريخ الولايات متحدي تتبوى امرأة مركز نائب الرئيس وبالتحديد يمكن أن تصبح رئيسه يعني لدى الاستقالة أو لدى موت الرئيس أو لدى أنا لا أعرف الأعمار لا أتسبق على لكن أنه بدك توصف الأمور كما هي بدك توصف الأمور كما هي عم تحكي عن إنسان بعمر كبير لأول مرة مش بس بعمر كبير بشو ما كان يكون نائب الرئيس نائب الرئيس يمكن أن يصبح رئيس لأي سبب بين الأسفل واضح يمكن يحاكم يمكن مثل ما صار ما عدت رؤساء أميرتين نصار مع نيكسون يعني ما نتقبله أبدا لبايدن ولكن إذا بدنا نوصف الموقع هذا هو الموقع صحيح بدون بدون مثل ما هو بشكله الطبيعي مصبوط طيب خلينا نرجع للي في شيء وقفت عنده كالأسوشايتد بريسلي من حكيت عن فريق أوباما قالت أنه خسرت أمريكا شعار أمريكا أولا نعم اللي أعلنوا الرئيس ترامب ما شفنا عنده شعار الرئيس بايدر بلى شو قال هو بخطابه أنه ما بقى أمريكا أولا ستعود أمريكا إلى قيادة العالم هذا اللي بيقوله يعني إلى التعاون لأنه اللي بيقول ترامب أمريكا أولا العودة مجددا إلى المشاركة الأمريكية على نطاق العالمي وهذا ما هو شعار طيب العودة إلى المشاركة الأمريكية نعم كلنا بنعرف أنه رئيس ترامب حكي كتير عن قرارات لم تنفس من سنتين بدي ينسحب من أفغانستان وما مش العالم من العراق من سوريا تتذكر كنا نقول بتموز 15 يوم لنسحب من شمال سوريا نرجع نلاقي بعد شهرين في تدور وعد بحملته ترامب أنه بده يسكر كل الحروب اللا متناهية اللا متناهية أنه في حروب إلى سنين داخلي في أمريكا قال أنه بده يسكرها عملها شي يعني ما دخل كمان هو ولا بحرب جديدة كذا أن يدخل ولكن ما دخل هلأ بايدن عنده تقريبا نفس نظرة بإقفال كل هذه الحروب اللا متناهية نعم ولكن ما قدروا طبقوها بس هيك عن دور قيادة عالمي جديد دور قيادة عالمي جديد يعني اليوم ترامب ما شفني أسر بالتعاطي مع كوريا مع الصين مع موسكو ما في حدا فتح حروب مع حلفائه كلنا منتذكر معركته مع مع ميركل بإلمانيا مع الرئيس الفرنسي مع طريق التعاطي مع الخليجيين مع الخليجيين مع الحلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي بندن نسكر بنده أجري تكرل العسكر الأمريكاني اللي عاب pensوم بالخليج لنقدم خدمات أمين مالجا للقصد إنه أنا ما بقدم العسكر الأمريكاني أو الجيش الأمريكاني مجانا عليكم أن تدفعوا كل التكاليف بسся كان عنده غير قصة كان رجل أعمال ناجح كبير أراد أن يطبق الميزة هذه تبع رجال الأعمال على الولايات المتحدة وعلى علاقة مع الحلفاء والأخصار بنفس الوقت طيب ما معنى أن يسمي جيك ساليفان المنصب مستشار الأمن القومي وأنا بعرف يمكن تعرفوا شخصي بعرفوا شخصي لجيك ساليفان شو اللي بدوا تغيق الأمن القومي اليوم أراروا بالكواليس بس دائما بترجموا الرئيس أراروا كتير مهم ما في شك فيه هو أقرب واحد لرئيس الولايات المتحدة أقرب من وزير الخارجية والدفاع مكتب مستشار الأمن القومي هو حيط مع المكتب البيضاوي للرئيس نعم يعني عنده عنده دينة الرئيس يقال أنه كان عنده مواقف متشنجة من قطر من بعض الدول الخليج العربية كان عنده ما في شك فيها هل زيلت الظروف أول شغلي قال بايدن نفسه لمن عبي يحكي عن أنه هو منه استمرار لعهد أوباما قال أنه العالم تغير منذ أن ترك أوباما والعالم تغير وصار فيه واقع جديد سبتوا الرئيس ترامب قال بايدن سبتوا الرئيس ترامب يعني اليوم مش متل الالفين وستعاش والالفين وخمسطعش في كتير أمور صارت يعني ما بيقدر كمان بايدن قد ما يكون مختلف عن أوباما إلا أن يبدأ من حيث انتهى ترامب هذه النأزة اليوم يعني أنا اللي بدي يقوله أنه ما بيقدر بايدن مهما قال عن ترامب إلا أن يبدأ من حيث انتهى ترامب لأنه ترامب فرض واقع معين بالعالم كله إذا عم نحكي عن علاقات أمريكا بالعالم كله سوا وبالوجود الأمريكي بالعالم بده يبلش من هون بقى هل بيقدر أنه يسكر كل الحروب بايدن هل بيقدر أنه يسحب كل القوات الأمريكية من حيث توجد أنا شخصيا بقول لا كل الرؤساء اللي إجوا قابل كلهم بدون يسحبوا القوات الأمريكية ما بيقدروا لأنه بالفعل ما بتعرف كيف تخلق الأمور مين كان بيقول أنه سنة لألفين وواحد بيصير في أيلول 11 أيلول الأبراج مثلا بمور كتير عم بيصير وبدأ تصير بقى جايك سوليفن عنده خبرة طويلة بالسياسة الخارجية عنده مواقف أكيدة كانت تحت أوباما وبايدن هل هي بتختلف أو بتكمل ما في شك أنه ممكن تكمل جزء منها ولكن رجل عنده مصدقية وقريب لبايدن وبيعرف شو أسلوب بايدن وإلو زمان مع بايدن مشان هيك هو ووزير الخارجية أنتوني بلينكين مع أنتوني بلينكين سيكون سنائي ناجح أنا بعتقد رح يكون سنائي ناجح بلينكين كمان صدقتك جايدي أنا صدقتي كتير جايدي أكتر من سوليفن لأنه اشتغلت معه كمستشار أمن قومي لنائب الرئيس آن أزاك واستغلنا معه كمان بوزاعة خارجية كان نايب لوزير الخارجية كاري لمدة سنتين وأنا قابلته عدة مرات في علاقة شخصية بعرفه منيح شاغل معه وهو إلو زمان كتير مع بايدن من يوم ما كان بايدن بالسنة من أول ما بلش بايدن بالسنة أنتوني بلينكين معه يعني فيه بيفهم له طريقته ميزوا ميزوا لمن كان عم بيحكي عن بلينكين أنه وزير الخارجية ميزوا أطلق مواقف إيل سنغير ملامح السياسي الخارجية ستستنى لتولي بلاد دور قيادة عالمية وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي يعني وقت الحكي عن بلينكين عطاه هيكي مثل قدم صورة عن حجم علاقاته مع بلينكين معلوم واضح هذه نقطة قوة أو نقطة ضعف لا نقطة قوة نقطة قوة يعني عطاه ثقة وتكلم عنه بعبارات أنه عبارات الخبير عبارات الرجل الثقة للرئيس بايدن يعني وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بيكونوا أقوياء بقدر ما عنده نسأة رئيس الولايات المتحدة وهذا بلشت بالطريقة الصح بلش بايدن هلأ شو بيصير بعدين مين بيعرف ولكن بلينكين رجل قريب جدا لبايدن وعنده كمان خبرة طويلة بالإدارة الأمريكية وبالسياسة الخارجية الأمريكية نعم أول امرأة تشغل منصب الاستخبارات الوطنية دي سي اي مصبوك شو أهميتها الناس بتعرف بالعالم تعرف وكاتلون سي آي اي تعرف الاستخبارات الوطنية شو يعني مرتبطة بالأمن الداخلي أكثر ما هي سي اي هي أهم جهاز مقابراتي للولايات المتحدة بالعالم بس خلينا نضل يعني ضمن الولايات المتحدة نعم فيه كمان أجهزة مخابرات تانية فيه كمان ما يسمى بالدي اتش اس اللي هو يعني الوزارة الداخلية إذا بدك فيه أجهزة كبرى دي اتش اس اخد الدور بعد الألفين أكثر اي معلوم ما كيف يش اسمه وزير أمن داخلي لا ما كان فيه هلأ من بعد الحادث 11 أيلول دي اتش اس ما كيف يش اسمه وزير أمن داخلي وكمان هلأ هل المركز تبع الاستخبارات الوطنية اللي عين له هلأ السيدة نعم صب كمان هاي دي بتنسق ما بين كل أجهزة المخابرات الموجودة بالولايات المتحدة نعم يعني مهمة كتير دي سي اي معلوم ولأول مرة بيعين امرأة فيه بس جيبها من البنك المركزي بد يكون عندها مزايق استخبارات يمين بيعرف لا بد يكون البنك المركزي كمان هونيك اللو 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 مواصفات غير أكيد مثل مواصفات عندنا بالبنك المركزي قلنا أليكخاندرو مايوركس منصب وزير الأمن الداخلي نعم وهذا ديما يهودي كوبي هيدا يهودي كوبي نعم يهودي كوبي شو معناته هاي يعني اليوم رئيس ترامب بالأمن الداخلي أخر كتير ضجة بيتعطيه مع المكسيك مع جيرانه بيتعطيه مع عضايا الهجرة يعني اليوم يحكي عنه في بين ستة أو بين ستة أو تماني مليون موجودين على الأراضي الأمريكية بصورة غير شرعية وقت اللي بيقول بايدن سنقفل هذا الملف لن يكون هناك أمريك مش رح نسكر حدودنا تعرف تتذكر سكر حدوده مع خمس دول إسليمية تعطيه مع الأمريكا اللاتينية الحيط مع المكسيك وقت اللي بيجي خندرو مايوركس يعني يعني ابن الأمريكا اللاتينية حتى يعني كوبا بس كوبا ضد أكيد كل ما جرى في كوبا يعني بتكسروا ونزور بس عم بيحكي أنا عن الشخص وقت اللي بيختاروا يعني سيكون مقبولي من قراراته عنده أكيد أول شيء بده يراعي اللاتينوس يعني اللاتينوس صوتوا لبايدن صوتوا كتير لبايدن وكمان يعني اللاتينوس بدون شخص بيفهم بشاكل هالبشاكل اللي قلت هلأ مع المكسيك مع كوبا مع سنتر الأمريكا مع أمريكا الوسطى مع الكل يعني في عدة مشاكل في عائلات مشهردة في عائلات منفصلة عن بعضها في أمور كتير كتير قوية بناء الحائط العلاقات مع المكسيك ما بعيدك مثلا رئيس المكسيك بعد ولا اليوم مهنة بايدن يعني في مشاكل مع الأمور هاي أمور الهجرة يعني لما نقه الشخص الكوبا نقه شخص بيفهمهم أكتر بيوسقوا فيه أكتر لاتينوس بقى هو مشان هاك نقه وهذا رح يكون نافع أكتر بحل هالمشاكل الأساسية ما بين الدول اللي ذكرناها واللي عندها مشاكل هجرة معلولين نحن غلطنا أخطاءنا يعني جيب جانيت ييلين أول وزيرة للخزيني كمان لا أنه جيبها من البنك المركزي أنت عم تقول عن هايديك يعني أنا قلت غريبي يمكن أنا معارف لأنه جانيت ييلين يلي صارت خزيني يجيبها من البنك المركز هي رئيسي يعني انتقال الطبيعي من الاحتياط الفيدرالي من الاحتياط الفيدرالي إلى وزارة الخزيني كمان ما في شك وكان إلا يعني دور كتير كبير لمن كانت الاحتياط الفيدرالي ييلين وتي اختار كمان شو اسمه بايدل لينس توماس جرينفيل سفيرة الأمم المتحدة بعدين سفير سفير أمريكا بالأمم المتحدة هو جزء من الحكومة الأمريكية مش أنه والله سفير منتدب بس لا وزير بالحكومة هو وزير بالحكومة آه مستضيفي على أرضها معلوم ونقاها من أصول أفريقية كمان وإلى خبرة كبيرة بوزارة الخارجية وهي كانت بسؤولي عن علاقات مع أفريقيا بقى يعني من استعمل يعني هالشي هالتعيين هيدا ليقول لا الأمريكيين من أصول أفريقية أني أنا يعني نايبة الرئيسة وسفيرة أمريكا بالأمم المتحدة من هال من هالأصول الأفريقية هيدا ولخبرتها كمان لأنه كانت ناشحة بالعلاقات مع أفريقيا لمن كانت بوزارة الخارجية نعم يعني فينا نقول أنه بايدن ممنوع تحكي بكرة بفترة أنتقلية لتسلم السلطة لا أبدا يعني إذا 20 كنون التاني لازم ننطر 21 و 22 قرارات مش نقول كنا نتعود نقول تيفوت الرئيس الأمريكي على البيت الأمم المتحدة بده 6 شهر تيرسم خطط مظبوط يعني بايدن يبدو أنه برنامج وجاهز يعني سيكون سينخرج بالأشي العملية فورا فور تسلم مظبوط ولكن في شغل في عملية تثبيت المسؤولين هاودي اللي ذكرناهم أنا وإياك هلأ كلهم بالكونكريس الأمريكي معلوم في جلسية استماع هلأ بمجلس النوام ما في مشكل لأنه الغالبية هي مع ديمقراطية أما في مجلس الشيو بعدها لحديت هلأ الغالبية مع الجمهوريين ولكن بعد في انتخابين بدون يصيروا من هلأ لكنون تاني إعادة انتخاب لاثنين سيناتورز يعني هلأ هاودي بيحددوا من يمتلك الغالبية بمجلس الشيو إذا ضلت الغالبية مع الريبوبليكا همين بدون تخبن غوله الشعب الأمريكي الولايات طبعا مثل الانتخاب الماضي هلأ معنا عادي عادي لا معنا عادي عادي بيحكي فيها بس بعد فيه انتخابين همتى ها بتصير بعد الألم بخمسة عاش كنون بعد خمسة عاش كنون بتصير هون شو هن من النا ما بقدر نسيتهم هلأ لا إخو بيسمون لا ماشي سيناتورز عادي بس أنه هلأ بينتخبوا هلأ لأنه الانتخابات تبعهم كانت جد متقاربة فبدون يعيدوا الانتخاب لهال تنين سيناتورز هاودي الشيخين لمجلس الشيوخ الأمريكي هاودي بيحددوا من يمتلك الغالبية إذا كانت الغالبية ضلت مع الحزب الجمهوري أكيد في عنده مجلس نواب أو بالكون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ بس الفرق كبير في 17 نائب تريد أو 17 مجلس نواب تفهمنا مجلس نواب خلص ديمقراطي 100% بالفرق بالكون بالسنة بالسنة معصومين على حد السنة على الحد معلوم يعني الغالبية رح بتكون لأي من الحزبين بصوت واحد بصوت واحد طبعا أو ماكسيمون بصوت ولكن من يمتلك الغالبية إذا أجوا اثنان ديمقراط خلص بتصبح الغالبية بمجلس النواب وبمجلس الشيوخ بتصبح جمهورية أما إذا نقصموا أو راحوا للجمهوريين فبتضل ساعتها بيكون بموقع أقوى إذا تكون الغالبية بمجلس النواب وبالكونجرس طبعا بس الفرق بين 306 مندوبين خلص هيد انتهي بس إنه هذا الفرق الشاسع عدعا يمكن بتاريخ الولايات المتحدة كيف انتخب 148 مليون مظبوط كان عدد الانتخاب كتير 74 يعني الصوت الشعبي في فرق في فرق شي 8 مليون بس ما تنسى كمين إنه تقريبا ترامب أخذ مناصفة مع بايدن بالانتخابات يعني بالانتخابات الشعبي 4 مليون مش كتير بالنسبة بالنسبة لعدد الفوارق بالولايات الأمندوبين معلوم المندوبين هني اللي ربحوا يعني آخر وحدي كمين بانسيناني 16 صوت لمن ترامب ربح على هيلري كلينتون هي كان عندها أصوات شعبية أكتر أكتر ولكن أخذ الولايات اللي عندها أصوات الأصوات المهنة طيب بهذه بهذه التركيبة اللي عم نشوفها يعني أمريكا هلأ منقاسمة عموديا بشكل مرعب هذا الانقسام الحالي مرعب هلأ إذا بترجع شوية لستة سبعة تشرين تاني كيف كنت تشوف أنه ثلاث أصوات فرق هون يجي هون الخرشين حسمت وإجا هذا الفرق الكبير يمكن 234 أخر شيء 234 وإلى 368 ولكن ولكن أمريكا منقاسمة مش بس من عدد الأصوات يعني ما تنسب الأصوات الشعبية ترامب أخذ تقريبا تقريبا بدنا نسميه مناصفي مع بايدن وبعدين في عصبيات هايلي في مشاكل عنصرية موجودة يعني في مشاكل كبيرة بدأثواشه بايدن يعني تيقعد بايدن هلأ عميجرب هوي مثل ما قاله نمبارح معيد الشكر أنه هيدا منه خلاف منه حرب بيناتنا نحن لازم نكون مع بعضنا يعني بلش أنه يمد الجسور وهو خبير بهالقضايا هايدي يعني ولو زمان بالحياة السياسية ولكن في مشاكل أساسية يعني أمريكا عندها مشاكل دخلية زي شأن هلأ أهم شي عنده لبايدن هو قضية الكورونا والكوفيد 19 هايدي أهم شغلة هايدي بتكون يعني بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة إذا ما قدر تغلب على هالقصة وحط الحل مثل ما هو بتبلش تخف الأرقام ما في شك أنه بايدن سيحدث صدمة سيحدث صدمة سلبية تجاهه بعدين عندك الارتصاد بده يحافظ عليه هلأ البورصة بهاليومين من بعد ما أعلن انتخابه حلقت الول ستريت حلق وانتعشيت هذا شي جيد له لبايدن ولكن بده يحافظ عليه وبعدين عنده القضايا الخارجية بس هناك ما نعتقد أنه بوجود اللقاح يعني بين أدار وإسان رح يستفيد منه رح يستفيد منه أكيد يعني كده اللي تأم فيه ترامب ترامب تدوية في أحد السفرة بيعملتش به أنه قضى ترامب سنة ونص يجمع حلقات المسبحة اللي من جمعها هيك إذا بايدن أخذ المسبحة كاملة هايدي هي المستمع اللبناني ما بيفهم يعني ما بيعرف تفاصيل للمعركة التخبية مبارح عم بيقول ترامب عم يناشد أنه بعض المنتخبين عم يدعيون للإنقلاب لتغيير النتائج هاي أمل بعد بده يمع ما بده أمل ولا بأي شكل يعني 32 39 دعوة قصارة يعني أكره بأن أقول لك بأنه محتمل أنه المحاكم بأمريكا تسخر من الدعاوي اللي عبيقدمها هايدي بدي يشرحه ما بدي عبر حديثي هلأ يفكروا أنه والله أنا أفضل بايدن على ترامب لا عبو صفلك الواقع الناس متابعة أداء التفاصيل عبو صفلك الواقع يعني عبو صفلك الواقع عبو صفلك الواقع يسخروا من الدعاوي اللي بعده عبيقدمها ترامب أمام المحاكم الأمريكي لحتى يقلوا بالنتيجة مع في مجال خلاص وهو أقر بالهزيمة يعني ما يقول له ترامب هو من يعني حتى أنا كنت متوقع أنه الحزب الجمهوري هو اللي قام على ترامب يقول له خلاص بقى طلع أصوات طلع أصوات مهمة كتير من أقرب الناس لأله من عائلته حتى أنه بيكفي أنه بيكفي هالآد خمز موط ميلانيا بدأت طلقه بواحد وعشرين كمه هون بيادة الإخسارة الكبيرة عائليا لا يقال أنه بدأت طلق بعد يطلع من البيت الأبيض مين بيعني أنا أترغب من تفاصيل بس هي كنت همي كتير الناس المستمعين عم بي عم بي عم بي كل العالم طيب بعد هذه القراءة لإدارة بايدن وبعض التوقعات خلينا نبلش نحكي ساعة السفير عن طوان شديد بتوقعتك بالخارج اليوم ما في حدا يقول أنه الانتخابات الأمريكيين مثل الانتخابات بكندا أو ب لا طبعا ما بعرف وين يعني لما الأمريكيين بينتخبوا رئيسه بينتخبوا إلى حد ما وإلى حد كبير رئيس مؤثر بكل القضايا العالمية شو مظمت كلهم بنتظروا من الصين إلى أصغر دولة بالعالم نعم هلأ إذا بنا ناخد بالعناوين يكبرى خلنا أحكي أول شيء بالسياسات الخارجية كلنا بنعرف أنه رئيس ترامب كان عنده معارك طاهنة مع كوريا الشمالية قمة مع رئيس مزابطت مع الصين والحرب البحرية لأنه الملف في الإيران بدنا نتركه وحده العلاقة ما بعرف إذا قدر سويها مؤخرا كمان مع ماركت بألمانيا بعد الموجهات مع دول الخليجة خلينا نقول أول شيء بالخط العريطة بالخط العريطة هل ستتغير سياسة بايدن مع الصين وموسكو وإيران خلينا نقول فرد مرة قبل أن ندخل بالملف أنا بعتقد أنه سياسة بايدن مع الصين ستكون متشددة أكتر من ترامب أو مثل ترامب ولكن تختلف بالأسلوب ولكن ستكون متشددة وبايدن كان من عابيقوله أنه نحن عنا مباحثات أساسية مع الصين ولكن نحن زمن إذا بدك التودد انتهى بدنا نكون في عنا علاقات خاصة تجارية ومالية قوية وموقف أمريكا مش هنخليه أنه يكون خاسر أمام الصين بالنسبة لروسية بايدن كمان يعني مؤخرا يمكن بوتين لحتى هنالا بارح يمكن لحتى هنالا بايدن الحزب الديمقراطي بعده بيركز على أنه بيمرك على روسية أنه لو ما تدخل المخابرات الروسية سنة 2016 كانت هيلاري كلينتون كانت انتخبت أنا زاك رئيسيا بعدهم محملين وهالتهم هاي وأكيد بده يدخل بايدن بالمعاهدات العسكرية الهمة للحد من الأسلحة اللي اربط أنه تخلص واربط موعد تجديدة معروسية هون بده يكون في نقاش أساسي وبايدن بايدن رح يكون كمان بس كريت لو ترامب رزمة عقوبات رزمة عقوبات بده يستعملها سيستخدمها بايدن أنه كان ترامب عبيستعمل العقوبات بكل العالم واستعملها مؤخرا عنا هون كمان وسيستعملها يمكن أكتر بما تبقى له من أيام وصلين البيت الأبيض يمكن ولكن يعني العقوبات حلت محل الحروب العسكرية وبايدن رح يستعمل هالعقوبات هاي دي بمبحثاته سواء مع إيران أو مع الصين أو مع أوروبا أو مع روسيا وطبعا حتى يشيل هالعقوبات إذا بده يشيل ها بده تمنى مضبوط يعني من هون رح يكون مركزه يعني موقعه التفاوضي مع كل هالفرقاء موقع قوة لأنه الشغل العنيف بالعقوبات عملوا عنه ترامب صحيح هلأ ما رح يجي هو هلأ ويقول وقفوا التطبيع ما بين دول العربية وإسرائيل ما رح يقولون والله بدي يرجع إنقل أنا سفرتنا من الإدس إلى تل أبيب مش معقول هيدا شي مش ويريد هلأ علاقاته مع دول الخليج بيقدر إنه ما يستمر فيها من بعد إنه طبعوا هني مع إسرائيل أكيد لا أنا عم بيحكوا عن عداء ترامب مع السعودية ولكن كله هيدا بيجوزو يعني بوقت من الأوقات يعني خاصة في أمر واقع هلأ ترك وترك يعني الأوامر التنفيذية قد ما بيقدر يغير كل هذا الوقت بلا بيقدر ياخد أوامر التنفيذية مثل ما بده كرئيس أمريكا بيقدر يغير كل اللي عمله تراه ولكن ما رح يعملها ما رح يعملها بالعكس بده يستفيد منها ليعزز مواقعه هلأ بيقدر يقولون أنا ما رح حط عقوبات جديدة أو يمكن يبلش يحط عقوبات جديدة وهون بلفت النظر أنه مع إيران اللي حط عقوبات بالأساس هي إدارة أوباما بايدن وكانت هالعقوبات باعتقادهم هني هي اللي أقنعت إيران أنه تجي على طاولة المفاوضات اللي يطلع مننا بالنتيجة الاتفاق النووي اللي يوقع عام 2015 بقى هذا شي ما حدا يتوقع أنه بايدن رح يكون النعجة ما حدا يتوقع أنه بايدن رح يجي يقلب الطاولة اللي تركها ترامب أول شي في مؤسسات بأمريكا في إستبلش من بأمريكا وهو سيستفيد من أسلوب ترامب لحتى يتعامل هلأ مع خلينا نقول العقوبات أو مع الصين أو مع روسيا أو مع إيران هذي الأهم بالعلاقات الخليجية أو مع كوريا شملي واضح أنه بايدن سيطعط مع قرار إسقاط الاتفاق أربعة زائد واحد يلي متل ما قلت أشرت له أنت اللي بعتقد توقع بأربطاش تنبو سنة 2015 خمسة زائد واحد الخمسة زائد واحد نعم باعتقادك أنت اليوم إذا قيل أنا قادر الرئيس الأمريكي يقول سأعيد العمل بهذا الاتفاق ما ننسى شغلي أساسية أنه بالالفان وخمسة وعشرين هو بينتهي هو بينتهي وتطلق يد إيران بمسألة الصواريخ ومش بس بمسألة تخصيب اليورانيوم كان الرئيس ترامب عم بيقول أنا بدي عدل من هلأ ببرنامج لالفان وخمسة وعشرين صح بده يطول الأمد طبعا بده يمدى طيب الرهان اللي كان كلنا تابعا ما حدا يقول اليوم أنا مش فرقني معي إذا سقط ترامب أو إيجابا كان واضح أن النظام بإيران عم بيحكي عن النظام بإيران وإنعكاساته ما في شاك شو بتحكي طهران بيحكوا ببيروت بالضاحية كانوا عم بيقولوا أنه ترامب سيكون أسهل بايدن في حال أعيد ملف المفاوضات هل يمكن بهذا السهول حالة هالموضوع لا لن يكون بهذه السهول أول شي مثل ما قلنا بده يستفيد من العقوبات لحتى يقدر ياخد من إيران المكسيموم اللي بيقدر ياخد وأكيد شي طبيعي يعني بالنتيجة عقوبات موجودة إيران عم تقول شيل العقوبات بإلا أنا يمكن شيل جزء من العقوبات ولكن بدي منك الصواريخ الباليستية بدي منك دورك بالمنطقة بدي منك أنه يطول الاتفاق النووي ما يخلص سنة الالفين وخمسة وعشرين يخلص سنة الالفين وخمسين مثلا مثل ما كان بده ترامب يعني هاي دي بده يستعملها ما رح يكون ولكن كمان بالفت النظر هون إذا أراد أنه يكون لين الكونجرس ما رح يكون لين عم نحكي بالنسبة لإيران إيران الأقل شعبي في الولايات المتحدة وخاصة في الكونجرس يعني الديمقراطيون هن اللي بدون يقوموا على بايدن إذا بدون يفوت بطريقة تساهل مع إيران أو مع الصين أو مع روسيا أو شيء معلومة يعني فيه باي فارتزن فيه هاي سي يسي من الحزبين متفقين عليهم مثل مرامج العقوبات اللي وضعت على لبنان وأيصار ومجنيس كله كان مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين بالتعاون يعني أي تصويت حتى على أيام ترامب كان بياخد إجماع تقريبا فيما يتعلق بالعقوبات على هالدول ديمقراطي جمهوري معلوم أكتريت الأولين وقرت بيصيغها بيصيغها طرفين ساعة سفيرو التحكي بهالمنطق يعني شو التحول السريع اللي بدك تقرأ مع بايدن والوضع بإيران تترجع تقول هل سيبقى الفصل قائم نحنا نعرف حتى إذا ترجع تتذكر شوي لورا اتفاق الخمسي زائد واحد كان محمود ظريفة وزير خرجية إيران يقول دايما وبعده لا علاقة لها بهذا الاتفاق بما يجري في سوريا أو باليمن أو باليبنان أو بغيره ما رح يعبر فيها بقى بايدن هيدا السؤال ما عاد فيه أي رئيس أمريكا لا أظهر الإيراني أظهر الإيراني أنه عمل خمسي زائد واحد وما تراجع لا بسوريا ولا باليبنان ولا بدياما كان أنا زاك في أوباما كان أوباما وترام أوباما وبايدن وبايدن عف أوباما وبايدن وكمل الشيء هلأ وكمل بس كمل بصعوبة جدا هلأ هذا الوضعه هلأ الإيراني مرتاح بسوريا يعني يعني وضعه مرتاح جوية إيران بس يبدو أنه ماسك الأرض أكتر بالروس ما بعرف روسي مجوز ماسك الأرض أكتر بال يعني خلينا نرجع للتفاهم اتفاقات الإيرانية معا للرئيس الأسعد والنظام أوسع بكتير اتفاقات عسكرية وتجارية واقتصادية ومالية في قطاعات يديرها هالإيراني اليوم بدل دين يعني اليوم مش متل ما كانت سنة 2015 في خمس أسنين ما رأوا في إيران تصرفت بطريقة كمان من راحة مصلحتها بالصواريخ الباليستي وبإنفليشها بمنطقة شرق الأوسط وبشرق المتوسط وعلاقاتها مع دول الخليج هاي دي كلها كانت نتيجة للأرصد اللي أعطاها إيها اتفاق الـ 2015 لأنه جيها أكتر من 100 مليار دولار دفع وقت 80 مليار 80 مليار بقى هيدا كله حطتوا بيها الاتجاه هيدا لحتى توسع نفوذها بهالمطبع هيدا اللي أخد عليها ترابو هلأ ما عد يقدر بايدن ما يشوفها الواقع ما عد يقدر بايدن ما يشوفها الواقع يعني ما راح يكون فقط إنه بس لا إنه ما تخصبوا إيرانيهم وما توصلوا للسلاح النووي لا بد يكون جزء من كل شيء بد يكون كل هودة داخلين بالمفاوضات اللي أنا راح أصفها بالصعبة ما بين إدارة بايدن وإيران وهون في عملية شد على الأصابع هل يترى بايدن راح يتخلى عن حزمة العقوبات اللي حطها ترامب لا ما راح يتخلى عنها لأنه كيف بده يفاوت إذا تخلى عنها شو بده تعطيه إيران محل بده ياخد كتير من إيران ليشيل جزء من العقوبات اللي حطها جاهزين الإيرانيين برأيك جاهزين بتعب برأيي ولكن الإيراني بيحلو عم يعبر عن صمود غريب صمود بس ما كتشوف بالداخل كيف الصمود هل نحن صمدين نحن هون نحن صمودنا كيف تنعتوا بلبنان صمود الفقراء صمود الجوع صمود الفقر صمود الودائع اللي راحت على الشعب اللبناني هذا صمود نحن صمدين مين بستجي يفوت علينا نحن صمودين بالشعر ولكن عملها تشبيه إذا كان صمود الإيرانية على طريقة صمودنا هون بالتعب وبالجوع وبالمصاري وبشعر الدولار وبالتسكير وبكل هالأمور هايدي لا يعني بدك تقول إيران صمدي لشك ولكن صمدي بتعب يعني في عند حسابات بدك تعملها لا لا في وضع داخلي صعب كتير هلأ بيضع ملقود بس ملقود جمزة ممسوك ممسوك بطريقة فزيعة يعني الحرس القومي والمرشد الأعلى والحرس الثورة وهلأ عبيحكو يمكن أنت خباتح زيراني يمكن يكون فيه مرشح متشدد لأول مرة من الحرس تسوي أعلن ترشيح ومن يومين أعلن أعلن ترشيح يعني معناته أنك تقدم نموذج أحمد النجاد أو تقدم نموذج حسر روحاني بدك تنسيه بس هذا التصلب الإيراني مقابل التصلب الأمريكي وين بيوده مين بيدفع تامنه بيدفع تامنه الشعب الإيراني يعني شو بدك وعنا نحن نحن بما نحن ونحن مين عامل لحساب نحن يعني نحن رايحين فرق عملية سيد في سيطرة فزيعة بلبنان عبقلك يا أنا من قلبي عبقلك يا أنه والله نحن صمدين بس أي نوع من الصمود هل يطرى إيران صمدي مثلنا أي نوع من الصمود يعني بالنتيجة نحن بدنا حج خلاص هلأ لحتى نخلص ونقدر نخلص حالنا ونرجع لبنان إلى الأيام السابقة أنا متأكد أنه إيران بدأ نفس الشي ولكن كمان إيران تصمد أكتر شعب بيحمل أكتر دولة دولة قوية كتير لقطة بالجميع الأجهزة تبعها الأمنية والمقابلاتية لقطة شعبها بطريقة قوية ولكن كمان في تعب في تعب ما في شك أنه شعب الإيراني الكبير والقوي والشاطير شاطير شاطير لو تشوف الإيراني اللي الوجودين بالعالم قداش ناشحين نحن بنترنى باللبنانيين ناشحين كمان الإيراني عنده النمازج عنده النمازج قوية كتير يعني برا بقى لنشوف هلأ خلينا نقول نقلنا من الملف الإيراني والروسي وخلينا نجي على الشر الأوسط اليوم الناس بيزهنة وقت اللي بتحط عنوين بتقول إنه رئيس ترامب كان بده صفاة الأرد كان بده التطبيع قلع ومشي اليوم إذا مصدقين إنه بايدن بيقدر يرجع لحل الدولتين لأنه عم نسمع عنوين كتير بالأيام الأخيرة مبادرة السلام العربية حل الدولتين عن أي دولة نتحدث بفلسطين كيف رح ي وخصوصا إنه عبروا اليهود عبروا اليهود إنه كل شي عطيه ترامب عطاهم الإدس عطاهم هدية الجولين صارت أرض إسرائيلي باعتراف أمريكي لو ما كيف اعتراف دولة والإدس عاصمة أبدية لإسرائيل عطاهم حق ضم الغور الأردن وزيارت بومبيو هلأ للمستوطنات بالضفي الغابي وللجولين طيب شو اللي رح يتغير مع بايدن برأيك أنت هل يمكن لبايدن أن يغير شيء من هذا الواقع أو وأي حديث عن أي دولتين سيكون من الصعب جدا على بايدن أن يغير هالوقاعة هايدي خاصة مثلا مثل نقل السفارة نسيل السفارة وغيره في اليوم مشكلة كبيرة يقال وعملات تطلية قصة الإدس 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 وإرجاء ضم غور الأردن يعني بقدر إليك أنه علاقة إسرائيل بأوباما كانت سيئة وعلاقة نتنياهو بأوباما كانت سيئة ولكن بايدن بينعت حاله بستعمل كلامه إله بيقول عن حاله أنا الكاتوليكي الصهيوني يعني هو يستعملها بيستعمل هو كلمة صهيوني مش بنفس الطريقة اللي مستعملها عن العدو الصهيوني هونيكي بيستعملوا زايونيزم يعني أنه بيستعملوها بطريقة وان بيحكوا عن السامية عن السامية والهولوكوست وكل هالقصة هايدي يعني بيستعملوها بغير طريقة بالموضوع وأطافة عن اليهود أنا طبعا سوى طوله اليهود لبايدن القصة وما فيها أنه بقضية فلسطين سيكون من الصعب جدا ولكن ترامب هو التطبيع ما بين الدول العربية يعني من الدول العربية اللي بعد على خلاف مع إسرائيل ما عد في حدا مزبوط ولا لا أصبح فلسطيني واحد وقرأنا وسمعنا من أسبوعين أنه السلطة الفلسطينية أعادت التعامل الأمني مع الإسرائيليين كمان لأنه وقفتوا وزيقالي تمني بن بايدن هايك ما بعلي مش من ترامب هايك ما بعلي بجوز أنا أريد تحليل للصفة الإسرائيلية إذن هذا مش طلب يعني بده يلاقي بده يلاقي طريقة من الطرق خاصة فيما يتعلق بالإدس يقدر يزبطها تكون يعني ما بعرف إذا بيقدر ياخد يعني جزء منها يرجع يحكي بالقدس الشرعية بالقدس الشرعية وقدس الواحد بده يحاول أكيد يعني أن تعلن القدس مدينة مفتوحة نسيها ولكن القدس مدينة مفتوحة بن نسيها ترامب ترجع تحكي شرقية ترامب أغضق بالهداية على العدو الإسرائيلي بطريقة غريبة أنا كنت على التليفزيون لما نشوف نتانياهو وحده لترامب بتحسه بتقرأ على وجهه بلغة جسد نتانياهو كان مش عبيسدي عناي شو عبيعمل ترامب مع العدو الإسرائيل هون رح يلاقي صعوبة بايدن أكيد حكي عن عطب حكي ولكن أنه بالنتيجة أي سياسة أمريكية مجبور يعمل حساب لليهود ومجبور يعمل حساب لإسرائيل يعني إسرائيل داخلي بالسياسة الداخلية الأمريكية السياسيين الأمريكيين مجبورين ياخدوا بعين الاعتبار بقى لنشوف كيف بدوا يتعاطى لأنه خلينا نرجع للحظات ولكن الفلسطينيين بيرتاحوا لبايدن أكثر مما بيرتاحوا بسلطة الفلسطينية ما الذي يمكن أن تجنيه بهذه اللعبة بدأت حاول تجني ما يمكن أن تجنيه ما يمكن ما يمكن أن تجنيه شو بدي أقول لك يعني أنه لح تجني كثير لا لأنه في وقائع على الأرض سبت ترامب من الصعب أنك تقدر تغيرها خاصة كمان بمجالات التطبيع ما بين الدول العربية وما بين إسرائيل عم بيسألوك هون سعد سفير أنتوان شديد مبسوطين بقراءتك للوضع بالمنطقة هل يمكن لبايدن أن يغير شيء بالوضع بلبنان أمام هذا الأمر خصوصاً له مواقف سابقة أثناء زياراته إلى بيروت يمكن نحن وصلين على الوضع اللبناني بس أنا بهمني نقطة أخيرة بالشأن الإقليمي وقت اللي بتحكي عن بايدن وقت زي منتذكر نرجع إلى سبعة تمانية أو عشرة تشرين بعد الانتخابات سجل ترامب عتبه على الرئيس على نتانياهو وتصويت ترامب سجل كان رد نتانياهو هو اليهودي اللي بيكرهون انتخابوك هل هل شيء صحيح؟ لأنه في نأمي يهودية على نتانياهو بالولايات المبتحة اللوبي اليهودي اللوبي اليهودي مقصوم بأمارسا مقصوم بس إذا فيه مصلحة عليا لإسرائيل بتكون أكيد هالقصبة بتزول بتكي يعني مش هون ولكن بإيام السلم إذا بدك تسميها اللوبي اليهودي مقصوم في الجي سريت في الإيباك اللي هو أقوى من جي سريت صوت لبايدن صوت لبايدن هل كان عنده مشكل مع ترامب؟ لا ما كان يعني ما بفروض يكون عنده مشكل مع ترامب اللي هو أعطى إسرائيل عنده مشكل مع نتانياهو أكتر طبيعي لأنه بده نغيره نتانياهو لأسباب الفساد لأسباب طريقته بالحكم له أكتر من قدية 13-14 سنة رئيس وزراء أكيد عنده يعني أعداء يهود وأعداء إسرائيليين جوية إسرائيل كتير خاصة بطريقة حكمه وبالتعسفيته وبقضية الفساد وبعضه بأجله محاكمته من سنة لسنة لسنة بقى هون الخلاف بين اللوبي اليهودي وما بين نتانياهو بمرحلة اللي عم يخضع فيها اللي تهم الفساد نتانياهو عم بيحقق تطبيع مع السودان مع المحران مع الإمارات العربية المتحدة ما بعرف وين هوين قد يكون ذلك حجة حجة يعني ما بعرف بأي تفسير بدا تاخد المنطق كأنه شي تافه هل تسمى انتصارات أو لا اللي عم بيصير من إسرائيل والخليج بالنسبة للعدو الإسرائيلي انتصارات معقولي أكيد يعني أنه اللي بيحسن أوضاعه مع كل هالدول العربية الغنية وما هيدا وكله القاضي ليح وكل يوم بيمشلوا ملف وهيدا في المجتمع الإسرائيلي مبني كما بدينا نطلع لنشوف القصص مثل ما هي يعني مبني على قضية القانون والملاحقات والشفافي وفيه اللي سبقوا أولمرت ما حبسوه لدئيس وزراء إسرائيل قبل ويمكن يكون نصيب لتانياهو الحبس كمان بوقت من اللي وقال وتهمتوا لا تقاس وتهمتوا لا تقاس يعني قديت تخبيص مالي تخبيص مالي وفوتير مرتو وفوتير مرتو شو بعرفني إذا فتح هيدا الملف اللبنان بيظال في حدا ما بنخل كله من اللبنان خلينا برجال أخذنا وقتنا بهيدا الملف بس بات قد بيهم الناس كتير بس من نعطي شيء للوضع باللبنان طيب يلي عم بيراهنوا ما حدا يقلنا إنه وقت الكن عم بيحتد محور معين ببيروت إنه ناطرين نسقط ترامب قبل ما نحكي بالحكومة هؤلاء كلام كدنا عم نسمعه اليوم مش صحيح إنه ما كان في رهين على إسقاط ترامب صح خطابات سيد حسن المواقف المحيطة فيه الحلفاء كلهم عم بيقولوا إنه إسقاط ترامب طيب سقط ترامب وسقط كل شيء وصلنا وصلنا لمطرح وصلنا لمطرح ساعة منحكي بالانتخابات ساعة منحكي ب ما في تشكيل حكومة قبل الانتخابات الأمريكية هلأ ما في تشكيل حكومة قبل ما يسلم بايدن بعشرين كنون طيب ما بعرف من المجيب سفير أنتوان شديد يلي بعيش بيفهم العقل الأمريكي خصوصا العقل إلى أي درجة هذا الرهان ما بدي أقول مزحة أو غباء سياسة أم أنه زكاء فوق العادة منخفي خلافاتنا الداخلية ومنلبسها لمناسبات خارجية هذا رهان بدي أقول لك أنه من نبحله أبدا 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 واهم من يعتقد بأنه تأليف الحكومة يجب أن تكون مرتبطة باستلام بايدن أو بانتخاب بايدن أو بإسقاط ترامب ولكن هذا الشيء اسمعناه مزبوط هون الفريق الوحيد وأقول لها بكل تجرد اللي ممكن أنه يراهن على الشيء هو إيران إيران لأنه لازم تعرف إيران كانت هي أنه مع من ستتعامل مع ترامب ويكمل سياسي اللي بلشها أو مع بايدن اللي ممكن أنه يتعامل معه بطريقة واقعية أكتر مما تتعامل مع ترامب بالتأكيد هلا إيران بأي طريقة عنده أوراق لقططة بالمنطقة شئنا أم أبين مثلا بلبنان بالعراق باليمن واللي حتى نسمي بعده أكتر كمان هايدي من البعرين بالسعود وينما كان وليك شو صار بقرامكم من يومين كمان صحيح بقى كل هالشي هيدا ما رح تجي تدفعوا بلايش إيران من هالزاوية فقط يمكن أنه نقول أنه بدأت ضل لقطة ورقة لبنان عبر موقف حزب الله اللي ما عبي بيين ولكن في عنده الناس عم بيشتغلوه عنه لحزب الله بقضية الحكومة لحتى تدل لقطة ورقة لبنان بوضوح تجاه بايدن ومش أنه تصبت الأمور وكأنه فقدت الورقة اللبنانية لا كان في خطابات حتى لأمين عام حزب الله محورنا في المنطقة انتصرنا بالمنطقة ما عدا عم بيقول انتصر بالضعي جنوبية ما عارف الحزب ده بيعنيه الملف الداخلي يعني بيطلع أكثر الملف الأكبر بيطلع أبعد هو والأوسع طبعا ووجوده بسوريا هلأ مثل ما عم نشوف مع بايدن ولكن الفرقاء الداخليين الآخرين اللي بيقولوا لا لنشوف هلأ بايدن كيف بد يقلف إدارته أو شي من النوع هيدا هيدا وهم بوهم بوهم للحقيقة ما بيجوز أبدا نكون تفكيرنا لازم أنه نحل الأضيانة الداخلية قبل كل شيء يعني شو فكره بايدن إذا ألف إدارته اليوم أو بعشرين كنون تاني دغري رح يبلش الحل بلبنان أو رح يطلع فينا بلبنان أو شيء لا هذا شيء غلط نحن يجب أن نبدأ هون قبل ما نموت الموت الجهنمي الفضيع قيلة قيلة إذا ناطرين العشرين كنون بيكون خلص لبنان وخلص بيكون أكيد يجب ربط الأمور أنا قلتلك من بكافة أنا وياك نقتنا نعو المستمعين أو بدنا مراكز القرار يفهم مراكز القرار القرار الفعلي بلبنان أنه يقتنع لأنه هشي رح يأثر علي وعلينا رح يأثر عكل يعني عملاء لعب لعبة انتحارية بالفعل أرجو أن يستفيق الكل من هالغبوي إذن يعني قد ما تتوقع متغيرات كبيرة هل يمكن أن يشكل الإنعكاس يعني نشعر بإنفراج معين أو شي مع إدارة بايدن أو بدنا ننطر بدنا ننطر ما سوف يجري للأسف الشديد ما بين بايدن وإيران رجعنا 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 يعني اللي كان عبرها نحن مجبورين ننطر لأنه فريق قوي كتير هون هو رح يخليك تنطر وإنما الوضع الداخلي هلأ عندما نحن مش قادرين إذا ألفنا حكومة كما يجب وإنه نبلش اللملم لأمور ونعمل مفاوضات مع صدوق النقد الدولي ومع سادر وكل هالقصة لا منقدر ومنقدر قال لي قال لي قاعد السفرة كنت عم نحكي بمناقشة الموضوع عم يستخف بربط الأحداث بالخارج قال لي باركي ناطرين تنشوف مين وزير المالية باللبنان أو مين وتنشوفه كيف بدون يتعاطوا مع الملف المالي بالعالم كيف بدون يتعاطوا مع الشركة مع الشركة يعني نحن عم نلعب كأنه عم نفش المكرون بفرنسا مش عم نسقط المبادرة الفرنسية ببيروت عم نعمل عدائيين تجاه الأمريكان والتمن عنا على أرضنا خليني يكون واضح بس بنا نختم الحلقة نختم الحلقة بوضوع هل يملك أنطوة شديد مخرج أو خريط الطريق هايك بعناوين السريعة من دون ما ننطر كل هذه العوامل خريطية معلوم فيه أكيد هو واتفاق داخلي وتأليف حكومي كما يجب ويعني حسب المبادرة الفرنسية ونبلش نحل مشاكلنا الميلية ونروع على صدوق النقل الدولي بأرقام موحدة ونبلش العالم بده يساعدك العالم ما بده أنه يكون في عندك فوضى كاملة لأنه الفوضى تبعك بتأثر كتير على كل المحيط نحن بلد إذا كان عنا فوضى منوجع الراس منوجع بإيدنا أنا فقط قلت أنه في فريق واحد من الممكن أن يكون عبيطلع مش من الممكن عبيطلع للخارج لنشوف إيران شو بده تعمل مع الإدارة الجديدة لبايدن العقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية بارح كلام السفير الأمريكي كان واضح واضح جدا عندك معلومات معلومات الأمريكيين ما بيعتوا أبدا معلومات عن العقوبات اللي بدون يفرضوها ولكن كل أوضاع واللي عبتقوله هي السفيرة الأمريكينية واللي عبقلوه بواشنطن أنه في ملفات عبتندرس لوضع عقوبات جاية على شخصيات تحيط لو عنده ملفات ما عنده شيء هالقضاء اللبناني أو ما بيقري بت فيها بده يكون بين المزع والجال بده يكون ولكن ما فينا أبدا نستخف الحديث عن عقوبات شيملي أو موسعة يسيبوا العقوبات يعني يكون أكيد ما نخدها مزحة ما عنده بعض التجار بيسترجعوا استرجعوا بدون يروحوا على القضاء الأمريكي وبدون يجيبوا يعني شركات محامات مهمة طيب خبرتك سعادة سفير أنطوان شديد اليوم عابين قاد في كذا شخص في شخصين أو ثلاث يطلطوا العقوبات الأمريكية بس هوري جاي الأعمال قدروا تحركوا قدروا راحوا أمريكا أو ما كانوا موقفين أو كانوا استرجعوا حقوقهم اليوم بالعقوبات المفروضة مثلا على الوزير نائب جبران بسين أو علي حسن خليل إذا بدون يروحوا على واشنطن بدون يراجعوا هون هيك بيسمحونهم بدخول الأراضي الأمريكي لا لا ما بجرور يروحوا يعني بيكون عندهم المحامين طبعهم بكاتب محامات هي اللي بد تلاحق لهم الأضايا طبعهم وكل شي لأنه ما نقل عن سفير أمريكي إنه إذا صار مراجعات بيتبلغوا لا ما في شك فيها مفتوء يعني لأن يبدو الملفات اللي عم يطلب فيه أنا بعرف بعرف أنه عن السيد مرعي أبو مرعي وأنا كنت أول من قال أنه كنت بعدني سفير هوني قدم يعني دعوة واسترجح وما كان ما كان الملف الأمريكي بارك تاجدين عمل تسوية ونفع تسوية عمل تسوية 53 مليون دولار بينما مرعي أبو مرعي ربح القضية ربح القضية ربح القضية هون فرق كبير صحيح ما بين قاسم تسوية الدين صحيح بس ما مش مبين أنه علي حسن خليل أو يوسف فينيس ما حفظ الألقاب لصديقان أنه رح يراجعوا بالموضوع ما بعرف هاي بتخصون ولكن ما بعرف الوزير بسير شو بده يعمل ما بعرف هلأ إذا كبرت الليحة بيصير أسهل لا بيصير أغلى بيصير لأنه هلأ مكاذب المحامات وسمعت أنه في مكاذب المحامات أجيت على لبنان موجودة هلأ مستعدة لهذه مستعدة لهذه الأضايرة تشوف زبودات نعم يعني هاي دي سعاد السفير أنطور شديد نحن شكرينك على هذه الجولة اليوم إن شاء الله نكون قدامنا هيك صورة واضحة لأنه اللبناني مصدقين أنه إذا لعب الدولار شوية ناطر بايدن أو وزير الخزين الأمريكي الجديد إلى حد ما في ناس تنعين أنه كانوا عم بيحاربوا أمريكا هذا وهم الانتصار على أمريكا بعدم تشكيل الحكومة والانتصار على المبادرة الفرنسية هذا وهم بإسقاطها هذا الوهم الخطير بس في زاوية وحيدة قصة إيران وأمريكا هي اللي بتأثر عليها بوضوح لأكتر واللقل بكلمة صغيرة إذا صار كل الناس عم بتراه عم بتتوقع أنه ترامب بعد عنده 70-80 يوم 60 يوم بالبيت الأبيض ممكن يعمل ضربة على إيران هو كرئيس الولايات والتحدة بيقدر يعمل أكيد لـ 19 كنون فيه عمل بديل لا لـ 19 بيقدر بعد ما بيقدر ولكن أنا إذا بتسألني رأيه بقول ما رح تسير ما رح تحصل لا لأنه الخوف إنه بيزا صار شي بأي منطق بالعالم رح يكونوا يعني تحبل بكل العالم بتولد أكيد ما في شك فيه أنا قراءتي بتقول الله يسمع منك السفير أنتوان شديد نحن شكرينك أنا بشكرك على التربية شكرا لأنه اليوم الضيف المناسب مع الملف المناسب أنا بشكرك كتير الله يخل سيف ماضي بشكرك على إخراج هذه الحلقة وأخيرا تحيي لكل المستمعين لكم مني أنا جورج شهين أطيب التمنيات وإلى اللقاء في منشات جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر